طائرة شحن عسكرية امريكية تنطلق من ولاية كاليفورنيا لتحط رحالها على ادراج مطار بغداد فقد حان وقت ارجاء شحنة جدلية يبلغ وزنها 18 طنا تمثل حوالي 6 ملايين وثيقة بالغة الاهمية تؤرخ حقبة تاريخ ويوميات التراجيديا العراقية في ظل البعث لتجسد جزءا من تاريخ واسرار الماضي العنيف في البلاد اطلق سراح تلك الوثائق بعد 15 عاما من الاحتفاظ بها في معهد هوفر الاميركي المتخصص بالحرب والثورة والسلام تعود حكاية مهمة جمع تلك الوثائق الى عام 2003 حيث هرع الاكاديمي المعارض آنذاك كانعان مكية والناشط السياسي آنذاك مصطفى الكاظمي الى قبو قريب من تمثال مؤسس البعث ميشيل عفلق قاصدين مجموعة من السجلات الرسمية في قبو مغمور بالمياه مما منحهم الفرصة لارشفة تلك الوثائق ثم ارساله الى الولايات المتحدة لحفظها في ظل تنامي العنف ثم اعادة هذا الارشيف الى بغداد الان بعد موافقة الحكومة الاميركية ماذا تحتوي هذه الاكوام من الوثائق الغامضة اذا؟ تقول تقارير انها تحتوي سجلات موظفي واعضاء البعث والمرسلات الداخلية الكاملة للقيادة القطرية ورئاسة الجمهورية كذلك وثائق تخص جهاز المخابرات والامن العسكري والاستخبارات العسكرية منذ عام 1981 وتوثق تفاصيل الحرب العراقية الايرانية واسرار خطيرة عن تنظيمات احزاب المعارضة وشخصياتها وتيارات دينية وتوثق ايضا دهاليز مرحلة دخول الكويت وما بعدها مما يعني ان تلك الوثائق هي كل ما كان يدور في الغرف المغلقة لصناعة قرارات النظام حتى نهاية حرب عام 2003 ما هو مصير هذه الوثائق الآن بعد عودتها لوطنها الام فتقول مصادر انه بموجب خشية من محاولة اعتراض الفصائل المدعومة من ايران او الجماعات الخارجة عن القانون حيث اصبحت مؤمنة تماما في الوقت الحالي في مكان غير معروف بالعاصمة العراقية بغداد لا بأس بان يسعى العراق الى ان يستعيد حقائق عن ماضيه سواء ارشيفا لمرحلة قاسية ام مقتنيات تاريخية واثرية بددتها حروب الاربعين عاما الاخير من تاريخه بشرط الاستفادة من اخطاء الماضي ما يعني ان تكون هذه لحظة تعلم وليس لحظة انتقام